السلام عليكم وشفاف. اهلا بكم في قارة مستر وايل للبيولوجي. ابناء وبناتي طلبة الصحف الاول الثانوي الترمي التاني. هنحلل النهاردة على اه ال 6 determination in human being and abnormal كروموزومي الكيزيس. ان شاء الله يكون درس سهل وفعلا درس سهل وتحت انظار العالم كل مهتمل. بهذا الشيء. اه اهvaroальные التواصل. وهو واحدة واحدة كده بقى نشوف. انا عايز اتنين اجابة ايه. انا اخترى الغلط طبعا. انا قلت رغب انه هو كروموزوم ده موجود في في اخر اخر يعني ولكن قلت المفروض ان هو بعد بعد معناها ان هو اكبر من نمبر. تمام? فالكلام ده صح? فبالتالي انا بختار فمش هختار الايجابة دي. طبعا لو ذات هيزود وبالتالي هيحصل فالكلام ده صح فبرضو مش هختار طيب. اتس بريزنس كوز زا ديفرانشييشن اوف بناد انزا سكس ويكس اوف برغنانسي لا ده اللي بيعمل ديفرانشييشن في بناد في السكس ويكس اوف برغنانسي ده الواي كروموزوم فالكلام ده غلط. سي دي دي انا بخاطئة وهي دي اللي انا اختارها اقولها. طيب. ات ديفر فروم سكس كروموزوم واي انسيز اند ان زا طيب اوف زا كاري جينز. ايوا الكلام ده صح? فبالتالي انا مش هختاره. اتز لارجر انسي زا كروموزوم النامبر سيبين انزا كيريو طايب اوف اوفم لا او اصغر من رقم سيبين بس هو اكبر من رقم ايد. كبالتالي الكلام اي ده غلط? اللي غلط او نوت ابلايت الخمس اختيارات دول هما سي. تمام? اوكي. افزا كروموزوم ال استركشور اف ان انديديوال اس خمسة واربعين بلاس اكس واي. مش اربعة واربعين بلاس اكس واي. ده عنده اكسترا اوتوزوم زيادة صح كده. تمام. سيس بورسون از اه. ها. اه طبعا هنجاوه بعدين نروح نختار. ده تدامين ده شنبلي عنده خمسة واربعين بلاس اكس واي. ده داون سندروم وده ميل صح كده. يبقى ده ميل داون سندروم. كيفة? في ميل اجابة ا bacterيخة. او في ميل اجابة اجابة اجابة. القوة اليس ايه الاجابة يا سيا منشوك بقى ماكتوب افس استرم دي. ميل هو سفر فروم داون سندروم ايوه هو ميل سفر فروم داون سندروم. يابا سين. صح كده يا شباب. طوال. افي ميل وستيرنر سندروم. طب. في بتاعها اربعة واربعين بلاس اكس زيرو. طيب. السيميلر تو في ميلوز داون سندروم. دي عندها خمسة واربعين بلاس اكس اكس. ماش هي سيميلر بقى دي سيميلر لديك ايه? انزاه. ها. نمبر اوف سيكس كروموزوم. دي عندها سيكس كروموزوم واحد بس اللي هو اكس. دي عندها اتنين اللي هم اكس واكس. فاليجابة دي خاطئة. النمبر اوف اوتوسومز. التيرنر سندروم عندها اربعة واربعين. والداون سندروم عندها خمسة واربعين اوتوسوم فالكبا دي خاطئة. انكي السيمتومز السيمتومز بتاع التيرنر سندروم مالهاش اي علاقة بالسيمتومز بتاع الناون سندروم فالاجابة دي خلط. ايوة ما هي عشان في ميل ما عندهاش كروموزوم واي ودي كمان عشان في ميل ما عندهاش كروموزوم واي. فالاجابة الصح يا شباب هي دي. تمام? اوكي. طيب. زيز تو فيجر الاستريت زكيريو طيب ان درسو فيلا انسكت. ده درسو فيلا انسكت في ميل وده درسو فيلا انسكت في ميل. طيب انا شايف هي احنا يعني معروفة انه عندها تمانية كروموزوم يا شبابة. اوكي هي عندها تمانية كروموزوم فعلا. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. والميل زيها. طيب. الاختلاق بقى في الميل عن في ميل في ايه? في الكروموزوم الاخير ده غالبا ده اكس اكس غالبا ده اكس وا. صحي كده? طيب. يقول لك زيز تو فيجر الاستريت زكيريو طيب اندرسو فيلا انسي. اتان بي كنكلودة ذات واختر لي تو الكلام ده غلط طمعا الكلام ده غلط الكلام ده غلط الجينات اللي متشالة على الـ X chromosome مختلفة عن الجينات اللي متشالة على الـ Y chromosome الحقيقة أيها الميل هو الـ responsible for 6 determination فالإجابة C-D-C The female is responsible for 6 determination Each of male and female contains a long 6 chromosome اللي هو X أيوة ده في 6 chromosome X وده في 6 chromosome X يبقى الاختارين اللي صح يا شباب هما C و E تمام؟ أوكي طيب A woman went to doctor رحت للدكتور And he told that He told here that she was pregnant and the possible date of becoming pregnant was 1-2-2023 يعني الـ 6 دي رحت للدكتور والدكتور قال لها انت حامل وتقريبا تاريخ الحامل كان 1-2-2023 طيب And the required test was done وعملت التست المناسبة أو التست اللي مخلوة منها After 20 weeks بعد 20 اسبوع From the beginning of pregnancy She did a test for determining the gender of the embryo عايزة تعرف يعني الجنس بتاع الـ embryo بتاعها ميل ولا في ميل And the doctor told here that He that مفروض That she بقى That ah sorry that he الولد يعني البيبي اللي حملت فيه ده That he is a male أوكي الولد اللي حمله فيه ده أو الجنين اللي حمل فيه فهو ميل صح كده يا شباب So It is expected that The genital tissue The two testes Of the embryo started to form the two testes on إحنا عارفين في الـ embryo لما بيكون ميل بيقى عنده عمر ستة أسابيع كده six weeks آآ بيبتدي الـ white chromosome يطلع six hormone اللي هما الميل six hormone عشان يعمل differentiation اللي انها تبقى يعني زود على التاريخ ده اللي هو 1-2-23 حوالي ستة أسابيع يعني حوالي شهر المص فالمفوض ان انت تتكلم في نص مالس صح كده فالتاريخ المتوقع كده ان هو تعريبا 21-23 صح كده يا شباب والإجابة 21-23 طيب Look at this figure the answer the following question طب ده انا شايف ان ده كيريو طيب بتعليفنج ورجنزمه معين هنعده بس اما نشوف الأسئلة الأول The opposite كيريو طيب represent a أو an طيب normal sperm ولا normal ovum ولا abnormal ovum ولا ايه عند بيه طيب عشان نتأكد بس تعالوا نبص على كل الكروب كرموزومات ونعدها كده one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty 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 one twenty two twenty twenty three ولكن انا بس عديت ال six كرموزوم ده غلط فالمفروض ان ال six كرموزوم ده يتعدى اخي اوكي هما 23 يبقى ده normal يا سبيرم يا normal ovum علشان هو كاري الكرموزوم اكس وكرموزوم اكس ده ممكن يطلع في السبيرم وممكن يطلع في فالاجابة normal اسبيرم تمشي ونورمال ovum تمشي فالاجابة A and B نتأكد كده الاجابة A and B نروح تاني للسؤال طيب which of the following كرموزوم carries the gene of blood group واحنا بناخد ال blood group قمنا الجين بتاع ال blood group carry the كرموزوم number nine يا شبابة صح كده عدوا معي ال number nine اللي يطلع فين one two three four five six seven eight nine الكرموزوم L هو تانا هو ده number nine فالجين بتاع ال blood group متشهل على الكرموزوم L طبعا يا شباب نتأكد من اجابتنا اجابتنا ايه اللي صح طيب the absence of chromosome Z اللي هو X chromosome and its presence in the gamete where fertilization occurred normally with it طيب يعني لو شلت ال gamete Z ده انما ال sperm اللي هيجي يعمل لها fertilization او لو هو sperm ال ovum اللي هيعمل لها fertilization فيه او بيها يعني هيبقى كونتين Z ده فبالتالي اعتبر ده sperm وال ovum اللي هيبقى هيبقى ال individual اللي هيطلع والامر اللي هيطلع بتاعه عبارة عن 44 plus X zero صح كده 44 plus X zero ده معناها Turner syndrome صح كده يبقى this leaves the two presence of الاجابة عشان بس ما نتلغبطش على طول احنا جاوبناها Turner syndrome صح يا شباب الاجابة Turner syndrome طيب the number of otosomes in ovum of normal female انا عارك ان فيها نص عدد كروموزومات فالمفروض ان فيها 22 otosome plus X كروموزوم صح كده فهو بيقول لي عدد ال otosomes كام؟ عدد ال otosomes 22 T2 مام؟ الدرس سهل يا شباب والاسئلة بتاعته سهلة واعتقد يعني مفهول كلكم يكونوا حلتوها بصورة صحيحة اتمنى لكم التوفيق ان نتقابل في اسم 2 على خير الى ان نتقابل السلامة